يعني علام المجلس الآن يتعذب بالنار نعوذ بالله شيخه الإسلامي في عصره عماده التشيع كان في زمانه يتعذب بالنار يعني ما حاسبه واحد الحسابات أنه جراء نقله منه نقل هاي الرواية مثلا هاي في بحاره في غيره هو العلام المجلسي نقله وغيره نقلوها من أيام علي بن إبراهيم القمي زمان الدولة العباسية نتكلم احنا كانوا يدونون هذه الحقائق ليش؟ لأنه إذا كل واحد تخيل تخيل كل واحد جاءته هذه الأخبار عن الصادق عن آبائه الأطهار عليه وسلم عن رسول الله أنه رسول الله وقف خطيبا يا جماعة وقف خطيبا يعني النبي لما وقف خطيبا يريد هذا الأمر ينتشر في الأمة أم لا بعد لش قام خطيبا على المنبر لما تكلم ضد أبي بكر يريد هذا الأمر أن يفشو في الأمة أن الناس تسمع ماذا قال في أبي بكر يعني يريد مثالب أبي بكر أن تفشو في الأمة مثالب عمر أن تفشو في الأمة تخيل كل واحد وصله هذا الخبر فعاكس إرادة النبي صلى الله عليه وآله فمحى هذا الخبر واندثر كنا إحنا اليوم نبقى شيعة ما نسمع شيحنا ما نسمع شيعة نبي بكر وعمر صراحة ما نسمع إلا المديح المزيف والفضائل المكذوبة فكيف تهتدي الأمة هذا هو السبب الصراع بيننا وبين نظام خامنئي اعرفوا حقيقة المسألة والله يكذبون عليكم حين يقولون أن الصراع سببه سياسي أو أننا مرتبطون بالاستعمار أو لنا أجندات خارجية ومن هذا الحش التافه السخيف هذا من يدرس ظاهرتنا ومواقفنا يعرف أننا ضد الاستعمار وضد القوى الاستعمارية والقوى الكبرى يعرف هذا الشيء مواقفنا تشهد لنا وأننا مع المقاومة ولسنا مع التطبيع مع الكيان الصهيوني ونحن من أشد الناس ضد المطبعين كل هاي الأمور مكشوفة لكن أصل الصراع في حقيقته اختلاف منهجيتين المنهجية الرافضية والمنهجية البترية هذا هو أصل الصراع قراءتنا للعقيدة قراءتنا للتاريخ قراءتنا للآثار هذا هو أصل الصراع لا يمكننا ونحن نحمل إرث القم وإرث المجلس لا يمكننا أن نقف صامتين أمام تحريف التشيع وتفريغه من أعظم قيمة بني عليها وهي قيمة البراءة من أعداء الله الرفض لأعداء الله للمنافقين الأوائل لا يمكننا أن نقف صامتين متفرجين هذا النظام يعمل على تفريغ التشيع من هذه القيمة شوفوا لي وين وصل وصل إلى حد أن يفتي بقتل من يحيي ذكرى شهادة المحسن الشهيد عليه السلام بالصوت وبالصورة أرضو لكم شوفوا إلى أي حد وصل ماذا يبقى لنا بعد ذلك اعرفوا طبيعة المعركة إنها معركة فكرية في الحقيقة شكرا